بقيت عدة أيام على بطولة أمم أوروبا في ألمانيا وها قد بدأت فترة الجد وتركيز المنتخبات بسعيها لبلوغ هدفها خلال البطولة سنقدم سلسلة من الفيديوهات للتعريف بمنتخبات اليوروب مجموعة بمجموعة ونعرض حقائق عن هذه المنتخبات وأبرز إنجازاتها وحصيلة مشاركتها عبر تاريخ البطولة ثم كيفية تأهلها ونختم بقراءة وتحليل للمجموعة وسنعطي توقعنا للفرق المتأهل للدور المقبل قبل أن نبدأ في الحلقة يوميا وعلى مدار الشهر سنكون معكم في تقطية مميزة لليورو وكوبا أمريكا ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة ويلا بنا نبدأ اليوم هو يوم المجموعة الثانية مجموعة لموت ودعونا نتعرف على فرقها إسبانيا منتخب لاروخا جيل جديد وطموحات عالية كرواتيا منتخب الناريون وصاحب الحضور الدائم في البوديوم إيطاليا الأدزوري وحملة الدفاع عن اللقب ومنتخب ألبانيا في سعيه لإحداث المفاجأة منتخب إسبانيا اللقب لاروخا تاريخ تأسيس الاتحاد 1913 تصنيف العالمي 8 مدرب المنتخب لويزي لافوينتي قائل المنتخب ألفاروم وراتا نجم المنتخب رودري هداف المنتخب دافيد فيا 59 هدف أكثر من المثل لعب مع المنتخب الإسباني سيرجو راموس 180 مباراة متوسط أعمار اللاعبين 26.7 القيمة السوقية مليار وعشرة ملايين يورو منتخب كرواتيا اللقب الناريون تاريخ تأسيس الاتحاد 1912 تصنيف العالمي 10 مدرب المنتخب زلاتكو ضاليج قائل المنتخب لوكا مودريج نجم المنتخب لوكا مودريج هداف المنتخب دافيد شوكر 40 هدف أكثر من المثل لعب مع المنتخب الكرواتي لوكا مودريج ب174 مباراة متوسط أعمار اللاعبين 27.7 القيمة السوقية 322.9 مليون يورو منتخب إيطاليا اللقب الأدزوري تاريخ تأسيس الاتحاد 1898 تصنيف العالمي 109 مدرب المنتخب سباليتي قائل المنتخب جانويجي دوناروما نجم المنتخب فيدريكو هيزا هداف المنتخب لويجي ريفا 35 هدف أكثر من المثل لعب مع المنتخب الإيطالي جانويجي بوفون لأول 76 مباراة متوسط أعمار لاعبين 26.6 القيمة السوقية 758 مليون يورو منتخب ألبانيا اللقب النسور تاريخ تأسيس الاتحاد 1930 تصنيف العالمي 66 مدرب المنتخب سيلفينيو قائل المنتخب إتريت باريشا نجم المنتخب كريستيان أصلاني هدف المنتخب هريون بوقدان 18 هدف أكثر من المثل لعب مع المنتخب العلباني دوريك تسانا ب93 مباراة وتوسط أعمار اللاعبين 27 القيمة السوقية بأول 7.20 مليون يورو عبرت إنجازات المنتخب الإسباني لقب اليورو ثلاث مرة 1964 على أرضه 2008 في النمسا وسويسرا 2012 في بولندا وأوكرانيا وحلت وصيفة في بطولة 1984 في فرنسا وستكون هذه المشاركة 12 لها في البطولة أبرز إنجازات كرة كرواتية ربع النهائي في نسختين إنجليدرا 96 والنمسا وسويسرا 2008 وستكون هذه المشاركة السابعة لها في البطولة أبرز إنجازات المنتخب الإيطالي تقابين لليورو عام 1968 على أرضه والنسخة الماضية على سطاد ويمبلي وحلت وصيفة مرتين عام 2000 في بلجيكا وهولندا و2012 في بولندا وأوكرانيا واستكون هذه المشاركة 11 لها في البطولة ونخته مع أبرز إنجازات كرة الألبانية حيث تعتبر هذه المشاركة ثانية لها فقط في البطولة وقد سبق لها أن شاركت في نسخة فرنسا 2016 وخرجت من دور المجموعة حصيلة مشاركة المنتخب الإسباني في يورو 46 مباراة 21 انتصار 15 عدل و10 هزائم سجل 68 هدف ودخل مرماه 42 هدف حصيلة مشاركة منتخب كرواتيا في اليورو 22 مباراة 9 انتصارات 6 عدل و7 هزائم سجل 30 هدف ودخل مرماه 28 ومر لحصيلة مشاركة منتخب الإيطالي في اليورو 45 مباراة 21 انتصار 18 عدل و6 هزائم سجل 52 هدف ودخل مرماه 31 وحصيلة مشاركة منتخب ألبانيا في اليورو 3 مباراة فازم مرة واحدة ونهزم مرتين ولم يتعادل قط سجل هدف وحيد ودخل مرماه 3 هدف منتخب الإسباني تأهل اليورو 2024 بعدما تصدر المجموعة الأولى للتهفية لعب 8 مباراة جمع 21 نقطة منتخب كرواتي تأهل اليورو بعدما حل تانيا في المجموعة الرابعة للتصفية لعب 8 مباريات وجمع 16 نقطة منتخب إيطاليا تأهل اليورو بعدما حل ثانيا المجموعة الثالثة للتصفية خلف إنكليطرا لعب ثمانية مباريات وجمع أربعة عشر نقطة منتخب الألباني تأهل اليوروب بعدما تستر المجموعة الخامسة للتصفيات لعب ثمانية مباريات وجمع خمسة عشر نقطة لمنتخب الإسباني بجيل جديد صغير ومدرب لديه أسلوبه الخاص نيزي لافوينتي يسعى لأن تكون هاته بطولته الرابعة ينفرد بالرقم القياسي حيث لديه في فريقي كل أسباب النجاح من عناصر خبرة مثل موراتة ورودري وأيضا عناصر شابة لقيادة لمين يامال ونيكو ويليامس منتخب كرواتيا يصل للبطولة بخبرة كبيرة من المشاركة في البطولة الكبرى حيث يسعى للتخطير بالنهائي والمنافسة لملاه في آخر بطولة للكامدرج وكثير من زمالائه حيث لديهم ثاني أعلى معدل أعمال في البطولة منتخب الإيطالي لحامل اللقب في وضعية صعبة حيث يعيش فترة غير جيدة خاصة بعد رحيل مدرب روبيرتو ماشيني وقد عانى للتأهل من التصفيات ولم يتحقق ذلك حتى اللحظات الأخيرة ورعما قدوم المدرب لوشيانوس باليتي إلى أن المشاكل الهجومية لازالت سائدة في المنتخب منتخب ألبانيا وبعد أن حقق التأهل التاريخي بقيادة المدرب سيلفيني ومساعده زباليتا لن يخسر أي شائفيات البطولة ويسعى لإحداث المفاجأة لكن في رأيه هي صعبة هذه المرة إلا إذا أطاح بالمنتخب الإيطالي والتأهل من بوابة أفضل الثوالث الآن حانت لحظة الحقيقة وتوقعاتنا لترتيب فلاق المجموعة الثانية ولكن قبل أن نعطي رأينا في الترتيب النهائي عندنا ملاحظات سريعة التي المجموعة برأيه معقدة ولن يحسن أي شيء حتى الجولة الأخيرة والكل لديه فرصة للتأهل بما فيهم ألبانيا لكن إسبانيا وقرواتيا سيتأهلون ولم تحسم إيطاليا تأهلها إلا في الجولة الأخيرة مع خروج مشرف لألبانيا في سيناريو يذكرنا بما حدث في المجموعة الموت في اليورو الماضي حيث كان منتخبي البرتغال وفرنسا في أريحية نوعا ما في الجولة الأخيرة من البطولة ولم تستطع ألمانيا حسم تأهلها إلا بهدف تعادل في اللحظات الأخيرة من غوريتسكا في ذل تمسك المجر بحضوظها لأخير لحظة وهو السيناريو المتوقع حدوثه في هذه المجموعة لذلك أتوقع في المركز الأول إسبانيا مع حلول كرواتيا في المركز الثاني إيطاليا في المركز الثالث وألبانيا الرابعة وما رأيكم أنتم أن تقوموا بكتابة وقعتكم في التعليقات كما فعلنا الآن وبهذا نكون قد وصلنا لهاية فيديو اليوم وقمنا بتحليل كامل للمجموعة الثانية في اليورو اكتبوا رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وزر الإعجاب ونراكم في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته